التوتر والحملة ممكن يرفع الضغط? اه ممكن يرفع الضغط. غير. ايه بقى? اللي ممكن يخلي الانسان يعني آآ عالج بالضغط. قلت علاج السكر زمان. قلت علاج السكر اول حاجة ان انا اقلل الحلويات والشوكولاتات والحاجات دي. وايه كمان? وابتدي امشي. وزود الصلاة الخضرة. ده باسمه سيروبي او علاج سلوكي. فالعلاج السلوكي ان انا هنظم الاول. واحد اكتشف سكرة تلتمية على طول. لا انا هنظم الاكل هقلل الحلويات هقلل الشوكولاتات هقلل الشيبسيات هقلل الكل هقلل المواد دي كلها بترفع السكر. اول ما بتدي اتعلم الادب واكتر السلطة الخضرة. واقامشي كل يوم ساعة. وانم بالليل كويس. السكر تزبط. ما تزبطش. يبقى بعد شهر باخد قرص. بعد شهر من السلوك وانضبط والغذاء وكذا ما انضبطش. نبتدي ننقل على الانسولين. لكن لو جاني السكر خمس سنة وراح ده وبدأت في الانسولين. تجبتي من الاخر. ليه كده? ما تديني فرصتي ان انا هتعالج. نفس الكلام بالنسبة للضغط. انا ضغطي عالي. هبقعد مع نفسك شوية كده. انت تاكل ايه بيرفع الضغط? بتاخد ادوية ايه ترفع الضغط? طب ايه اللي رفع لك ضغط? نقعد مع بعض الحالة قبل ما تبقى سير الدواء. لان بعد ما الانسان يبقى سير الدواء يبقى خلاص بيعبده. يعني ايه بيعبده? عن المفروض ان هو يجيب الشريط بتاع الضغط او السكر وحطه وصليه ركعتين. بتعمله كده ليه? انا بريد الضغط الاول. ضغطي فوق المية وستين على مية اخد القرص. ضغطي واطي باخد القرص ليه? صايم الصبح. السكر صايم فوق الميتين. ها? نبتدي ناخد الايه? الارض بتاعيتنا. صايم فوق التلتمية. انت معاك جرعة انسولين متفصلة حسب الجدول. سكري صايم اقل من مية. هتاخد دواء ليه? انما لا ازاي الدكتور قال لي ما تسيبش ده بقيت عمرك. اللي فرض علي ما حطه وصله ركعتين احسن. فمهم جدا انا عارف ان انا باخد الدواء الضغطة من ضغطي مرتفع. لكن كل اليوم عمل على بطالة انت جبت لي زهايمر وجبت لي ضعف جنسي. وجبت لي هامدان وجبت لي نيلة. ليه كده? وبعدين انت معالبتنيش ايه سابق الضغط اصلا. انا معاش الضغط انت تعليق نيلة ايه? هو ضغط غدة? ولا ضغط كلا? عملت وزايا في كلا? ولا ضغط انيميا? ساعات الانيميا بترفع الضغط. يعني انا بقول شكرا لله على الضغط المرتفع مع الانيميا واحد يمجلوني وسقتة سبعة. ربنا انا فعلوا الضغط عشان يعود. ما عندوش دم. بنفع للضغط شوية. احنا ما عندناش علاقات حضرتك. انا عندنا مخ. الضغط علي نزله. طب انا نزلت الضغط ومعنديش دم. نام بقى. يبتقى من ايه? طيب يبقى عندي بقى في مجموعات ادوية الضغط. المجموعات اللي موجودة في كتب الطب اربعة خمسة. في مجموعات احلى من كده اخو طبعا. مدرات البول او تاخد حاجة تنزل بول. زي زي مش عارف ايه. الكلام ده كل. في عائلات تانية. اه. في مستقبلات البيتا. خلاص? زي ناس اللي بتاخد اقول لك ايه? ده انا باخد كده يعني. في عائلات تانية. اه. اللي هي مصابة الانجيوتنزين. اه. طيب. في عندنا مستقبلات الانجيوتنزين. اللي هي الراب. طيب في عندنا حاصلات البيتاة الكالسيم مشان البروكرز. في حاجة اسمها مصابتات رينيه. غير. كل ده طبعا مهمش الناس. في عندنا وقاية من ضغط الدم. انا عايز ضغطي يبقى مضبوط يعني. ابعد اتناول طعام صحي. يعني ايه طعام صحي? يعني مفيش فيه آآ مسبكات. مفيش فيه آآ مواد حافظة. مفيش فيه كياس مش عارف ايه. مفيش فيه كولا. مفيش فيه شوكولاتة. مفيش فيه آآ معلبات. كل ده. المطعم صحي يعني. طعم صحي يعني شوية شربة وشوية سلطة. وشوية رزع وماكارونا. وشوية خضر نيف 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 وحيطة بروتين. كله فرش. فرش فرش كده انت راجل محترم. هتعك بقى وكل ما تيجي تاكل تاكل مكارونا وبنيه. انت هتروح في ده يا انت اللي عملك. فيه ناس كده مجانين وفلة. كل ما ناكل مكارونا وبنيه. كل ما ناكل سوسيز ومكارونا. مجانين. هيا هتضيعوا نفسهم وضيعوا عيالهم. فبقى ناكل الصحي. طبعا السلطة ونتعود عليه. العيال بتتقفف. لا ما تقففش. توقيت الرزة او المكارونا وعليم شوية السلطة كده جنبيهم. وعليم شوية خضر نيف 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 وحيط البروتين متقطع. ده الطبق الصحي. مش عاوز يأكل. خليل لغاية لما يجوع. لكن ما دلوش شوكولاتة ودي له كيكة وشوكولاتة او كيكة. هو يأكل ايه كده? لما انت ديت له لدي شوكولاتة او كيكة هياكله اكل صحي امتى? يبقى الاكل الصحي ده حياء وموت بالنسبة لنا. احنا الامراض كتيرة جدا. على قال نعمل اللي علينا. الحفاظ على وزن صحي. دايما بوزن الانسان في معدل الصغار ومعدل الكبار. معدل الصغيرين السن في اتنين زائل تمانية. معدل الكبار شيل من الطول مية. معدل الصغيرين يعني اقل من عشر سنين. السن في اتنين زائل تمانية. البنت عندها تمان سنين. وزنها كام? يبقى تمانية في اتنين زائل تمانية. يبقوا كام? اتنين في تمانية في ستاشر تمانية? يبقى اربعة وعشرين. لقيت البيت اربعة وتلاتين. يبقى عندها ايه? يبقى عندها سمنة. بيجي لي واحدة في الجامعة عندها اربعة وتلاتين كيولو. عندها بيت في تانية ابتدائي. يبقى ازل مهم جدا انا بقى عارف المعادلات احفاظها عندي علاقة على الحيطة. انا طولي مية وستين خلاص بلغت. ها? شيل منهم مية اطلع المسالي. زي اده خمسة ناقص خمسة عد. لكن انا مية وخمسين سنتي ومية وخمسين كيلو. يعني طول قد العرض قد الارتفاع ده برميل كده. طيب. يبقى عندنا اه في حاجات بتبوز الجسم? اه في حاجات بوز الجسم. ان انا وزني مش مزبوط. ان انا كرشي مزبوط. ما بمارسش الرياضة. تم مارس الرياضة ازاي? اركن العربية بعيد شوية. دلوقتي بيقولونا اتمشوا في في الهايبر او السوبر ماركت اتمشى كده عشان تسوق يعني. وقالوا ما لهذا الرسول يأكله الطعام ويمشي في الاسواق. الماشي في الاسواق مش عايز اقول فريضة لكن سنة. على الالة تمشي كده شوف. الثمار والخضار والفواكه والحاجات اليانعة. وتشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذا. نحن نعملش كده بقى احنا دلوقتي بنطلق. قالوا هاتلنا كزا وكزا. الراجل يعبرنا بقى كل اللي ايه? الفاسد اللي عنده. طيب. مهم جدا نبعد عن الناس اللي بتدخل. ده عشان اقي نفسي من تفاع الضغط. تغير. بعد كده عندنا في بعض حاجات بتنزل الضغط. طبعا فريق الاعداد بتاعتنا عارف ان اللي بينزل الضغط عندنا هو القرونفل فاصل قرونفل يميونشنال بينزل الضغط. عارف ان العسوس بينزل الضغط. عارف ان التوم في الزبادي بينزل الضغط عارف. لكن الكتب الكتب ما تعرفش غير ده. المعلومات بتاعة الدكتور جودة اعلى من الكتب بكتير. احنا بس بنجيب لقى بحس الكتب عشان نورر الناس ايه المنشور. لكن اللي عندنا اكتر من الكتب بكتير. لازم تعرف الناس بيجينا من كل بلاد العالم عشان عندنا معلومات اكتر من الكتب. يبقى مهم جدا انك تبقى عارف انزل الضغط فاصل رنفل يمين وشمال الضغط نزل. ها? معلقة عرقسوس على كوباية ما يسخن. ينزل الضغط في خمس دقيقة. ها? ايه تاني? ها? شوية الدوم. الدوم بتاعنا معلقة الدوم على كوباية ما يسخن. او تحط تحط الدوم فبقك تمضغط. بينزل الدوم. ها? دوم. ها? وعرقسوس. لو انت بقى عندك شوية الدهون ودخين شوية التوم بقى فاص التوم. مش لمالكش بالدوم. حب التوميكس. هتزبط لك الضغط. كل ده كويس. بس لازم تعرف هو الضغط جاي من ايه? يعني اهم حاجة تعالج ايه? سبب الضغط. في بعض الناس قالوا بزرقاتونا الف نيوريك اسد اللي موجود في زيت الزتون. كالسيا الموجود في الزبادي. الكاكاو. وده عليه كلام. احماض الدهنية الاميجا سري. وده عليه كلام كتير. والتوم. غير. ارتفاع ضغط الدم في الحمد. هو يرتفع عند الحوامل. طبعا ارتفاع ضغط الدم عند الحوامل ده. ظاهرة طبيعية. يعني ظاهرة طبيعية. واحدة شيلة. هو ده من. بيرتفع ضغط الدم عند الحوامل. عادة بعد الاسبوع العشرين. يعني بعد شهر الخامس. العلماء قسموا الضغط عند السيدات. هاته اي فيلم هنا. العلماء عملوا الضغط الحمل عند السيدات الى ثلاث انواع. النوع الاول اللي هو الحمل. ضغط الحمل العادي. ضغط الحمل العادي ممكن يكون زيه زي الإنسان العادي لكن ممكن قوي صرع شوية بيهات لأرقام ممكن قوي أيوة عند الشهر الخامس عند الشهر الخامس يبتدي يحصل بريشر ليه بريشر لأن في الشهر الأول والتاني والتالث لسه مفيش جنين أول ما بيظهر الجنين جامد يعني ولو وزن وسقل بيظهر في الرابع والخامس السادس والسابع والثامن كلها نمو بقى زيادة وزن يعني ممكن لغاية الشهر الخامس نبدأ نشوف الضغط اخباره ايه? المفروض ان الست اي امرأة حامل بتعمل متابعة حمل صح? متابعة حمل يعني متابعة حمل يعني بتروح مركز تنظيم الاسرة او مركز الحمل بتقيس خمس ستة حاجات اول حاجة بتقيسها ايه? الضغط والوزن وايه كمان وحاجة اسمها صورة دم عشان تعرف والسكر عشان تعرف فيه سكر حمل ولا لأ وتعمل صورة دم عشان نشوف المكونات بتاع الدم كل ده لازم تعمله كل شهر كل شهر لكن لو ثبت ان عندها ارتفاع الضغط دم ما ينفعش كل شهر ينفع لازم كل زبوع خلاص? طيب في الحمل الاوي ممكن اوي اوي يكون بعض السيدات عرضة لارتفاع الضغط ويهي كمان ممكن الحامل في توائم يعني عندها حمل اتنين واكتر ممكن يكون مصابة هي اصلا بارتفاع الضغط دم قبل الحمل بس مش عارفة يعني فيه بنات عندها ضغط بس مش راخدها والها طيب فيه نساء يعانونة من امراض الكولة ولما بيكون ايه عندها بدايات امراض كولة وضهرابي وجح الساعات وحرقان في البول وما بتنتبهش لما بيجي الحامل بيضغط على الكلة اكتر فبيرفع لي الضغط ترجمة نانسي قنقر